حذر البرلمان العربي بشدة من خطورة أي اجتياح للاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي تأوي نحو مليون واربعمائة ألف نازح فلسطينية لجأوا إليها من مختلف مناطق القطاع وحمل البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر ونزيف دماء لن تتوقف في حال تنفيذ الاقتحام ووصفه بالكارثة مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القصري للمدنيين الفلسطينيين وطلب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وجميع دول العالم بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية لرفح الفلسطينية